بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمرين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبياد لتكون M و N أعداد صحيحة نسبية إذن السؤال أوجد حلول المعادلة M و 4 زائد 8 و 6 2 زائد 425 تساوي N و 4 زائد 42 M و 6 2 إذن كالعادة وقف الفيديو واخذ الوقت هيك مزيان وفكر في الحل ومن بعد أرجع أكمل الفيديو إذن على بركة الله أول حاجة نرجع المجاهل M إلى اليسار والمجاهل N إلى اليامين ونحصل على M أس 4 ناقص 42 M أس 2 زائد 425 تساوي N أس 4 ناقص 8 N أس 2 إذن لا لحتوا بنسبة الطرفي المعادلة هنا حصلت على بداية متطابقة أهمة بالمجهول M وهنا بداية متطابقة أهمة بالمجهول N إذن M أس 4 ناقص 42 M أس 2 سنكتبها هي M أس 4 ناقص 9 في 21 M أس 2 بمعنى العدد الأول عرفته هو M أس 2 والعدد الثاني هو 21 بمعنى سنزيد 21 أس 2 ونقص 21 أس 2 ناقص 9 في 4 في N أس 2 إذن العدد الأول هو N أس 2 والعدد الثاني هو 4 بمعنى بش نكمل المتطابقة أهمة 25 وننساهاش تساوي بالنسبة الطرف الأيمان قد نعملها بالمتطابقة أهمة الثاني نفس الشي وهنا نحصل على N أس 2 ناقص 4 الكل أس 2 ناقص 16 إذن هنا عندي M أس 2 ناقص 21 الكل أس 2 ناقص 441 زائد 425 هي ناقص 16 تساوي N أس 2 ناقص 4 الكل أس 2 ناقص 16 إذن عندي العدد ناقص 16 طرفي المعادلة بإمكاني نحذفهم لأنهم عددان متقابلين وفي الآخير سنحصل إلى M أس 2 ناقص 21 الكل أس 2 تساوي N أس 2 ناقص 4 الكل أس 2 إذن هنا عندي جدال حالات إما M أس 2 ناقص 21 تساوي N أس 2 ناقص 4 أو M أس 2 ناقص 21 تساوي ناقص N أس 2 ناقص 4 أي أن M أس 2 ناقص 21 تساوي ناقص N أس 2 زائد 4 إذا الآن بنسبة للحالة الأولى سنرجع المجاهل إلى الطرف الأيصال والأعداد المعلومة إلى الطرف الأيمان ونحصل على M أس 2 ناقص N أس 2 تساوي ناقص 4 زائد 21 هي 17 بالنسبة للحالة الثانية سننجد نفس الشيء إذن نحصل إلى M أس 2 زائد N أس 2 تساوي ناقص 21 سنرجع المجاهل إلى الطرف الأخر ونحصل على 21 زائد 4 هي 25 إذن الآن سنكمل في الحالة الأولى سنساوي لها ومن بعد أن نرجع الحالة الثانية إذن هناك M أس 2 ناقص N أس 2 تساوي 17 إذن نعمل الطرف الأيصر بالمتطابقة الأهمية الثانية سنحصل على M ناقص N عامل ل M زائد N تساوي 17 هذا يعني أن العدد الذي في الأيصر عنده ربعة الحالات إما 1 في 17 أو 17 في 1 أو ناقص 1 في ناقص 17 أو ناقص 17 في ناقص 1 أي أننا سنحصل على أربعة من النظمات إذن M ناقص N تساوي 1 و M زائد N تساوي 17 إذن بعد حل هذه النظمة الصغيرة سنحصل على M تساوي سعود و N تساوي ناقص 8 يعني يمكنكم تتأكدوا بحل النظمة لا أريد أن نضيع الوقت لن نطاول الفيديو بالنسبة للنظمة الثانية M ناقص N تساوي 17 و M زائد N تساوي 1 بعد حل النظمة نحصل على M تساوي سعود و N تساوي 8 إذن الآن بالنسبة للنظمة الثالثة أو الحالة الثالثة M ناقص N تساوي ناقص 1 و M زائد N تساوي ناقص 17 بعد حل النظمة نحصل على M تساوي ناقص سعود و N تساوي 8 إذن الآن النظمة الأخيرة M ناقص N تساوي ناقص 17 و M زائد N تساوي ناقص 1 بعد حل النظمة نحصل على M تساوي ناقص سعود و N تساوي ناقص ثمانية إذن بالنسبة للحالة اللي في الأيصر حصلنا على أربعة ديال الأزواج سعود ناقص ثمانية سعود ثمانية و ناقص ثمانية و ناقص ثمانية إذن الآن مر الحالة الثانية إذن بالنسبة للحالة الثانية عندي مجموع مربعين كي أعطينا 25 وهو أصلا مربع و نعرف أن مجموع المربعين لكي أعطينا 25 هما 16 زائد 9 كي أعطينا 25 و هناك حالة أخرى وهي 25 زائد صيفر كي أعطينا 25 إذن ما نأخذ الآن الحالة الأولى وهي 16 زائد 9 إذن لا تبرز M أس 2 كي تساوي 16 إذن N أس 2 كي تساوي 9 بالنسبة للM أس 2 كي تساوي 16 يوجد حالات إما M كي تساوي 4 أو M كي تساوي ناقص 4 وبنسبة للحالة هذه N أس 2 كي تساوي 9 يوجد حالات إما N كي تساوي 3 أو N كي تساوي ناقص 3 وبالتالي سيكون لدي 4 للأزواج إما الزوج الأول 4 3 الزوج الثاني 4 ناقص 3 أو الزوج الثالث ناقص 4 ناقص 4 ثلاثة والزوج الآخر ناقص 4 ناقص 3 الآن العكس الآن العكس الزوج الثالثة M أس 2 كي تساوي 9 و N أس 2 كي تساوي 16 إذن بنفس الطريقة سنحصل على 4 الأزواج يعني لا يعني لكي نعود هذه الخدمة كاملة وهذه نحصل على 3 4 ناقص 3 4 و 3 ناقص 4 و ناقص 3 ناقص 4 إذن الآن نمر الحالة الأخرى M أس 2 كي تساوي 25 و N أس 2 كي تساوي 0 هذا يعني أن M تساوي 5 أو M تساوي ناقص 5 و هناك يعني أن M تساوي 0 إذن هنا لدينا جوجة للأزواج إما 5 0 أو ناقص 5 0 إذن الآن الحالة الثانية إذا كانت N أس 2 كي تساوي 25 و M أس 2 تساوي 0 إذن عكسيا سنحصل على الأزواج 0 5 و 0 ناقص 5 إذن حلول المعادلة لدينا هي الأزواج M N بحيث في المجموعة الأولى عدنا زائد 9 ناقص 9 و 8 ناقص 8 بالنسبة للمجموعة الثانية عدنا 4 ناقص 4 و 3 ناقص 3 بالنسبة للمجموعة الثالثة عدنا 3 ناقص 3 و 4 ناقص 4 بالنسبة للمجموعة ما قبل الأخيرة عدنا 5 ناقص 5 و 0 و بالنسبة للمجموعة الأخيرة عدنا 0 ناقص 5 زائد 5 إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله